من أسوأ المشاهد اللي ممكن تحصل في مصر الحقيقة إذا كان ممكن يتم الاختلاف على السياسة الاختلاف على المسؤولين والشخصيات مدى صلاحهم من فسادهم دي كلها حاجات ممكن ناخد ونرد فيها كتير دون أن يتزعزع الوطن اللي حصل في اسكندرية للأسف كان تراكم لأحتاس حصلت من أسابيع لها علاقة باختفاء كاميل ياشحاته الموقف اتطور مع موضوع السيديهات والهجوم المتبادر والتصريحات الإعلامية وقيادات من هنا تتحدث وقيادات من هناك تتحدث أنا أتكلم على شخصيات كناها من المسلمين ومن المسيحيين اللي حصل يوم الجمعة أنه قيادات تيار سلفي شاركت في مظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم انطلقت المظاهرة بعد صلاة الجمعة للأسف كان فيها تجاوز كبير جدا مؤسف بسكندرية كمان والنهاردة بعد الظهر عرفنا أنه الناشط السياسي وهو مش ناشط هو سياسي خلييني أقول واليساري الشهير وعضو مجلس الشعب سابقا أبو العز الحريري تم القبض عليه أبضوا عليه ليه يا جماعة افتكرنا حاجة لها علاقة بالخالد سعيد ولا المظاهرات الأخيرة اللي قدام أسر عبدين قالك لا أبضوا على أبو العز الحريري عشان كان بيبيع كتب خارجية الحقيقة الخبر يعني يستحق الوقفة أبو العز الحريري عنده مكتبة في اسكندرية والمكتبة